ما حكم الاستهزاء بالسنة؟ اعلم أن من استهزأ بالسنة كأن قال بعد أن أمره شخص بفعل سنة لا أفعل كذا وإن كان سنة بقصد الاستهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كفر أما من قال ذلك ولم يقصد الاستهزاء بالسنة فلا يكفر والسنة هي ما بفعلها ثواب وليس في تركها عقاب اشتركوا في القناة